بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الأولين والآخرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم سيكون بإذن الله حول الأسوة الحسنة ما هي الأسوة؟ الأسوة هي القدوة والتأسي هو الاقتداء والبحث عن القدوة أو المثل الأعلى أمر فطري في الإنسان إذ المرء يميل بطبعه إلى البحث عن نموذج عن شخص مثل أعلى له يقتدي به يجسد الأخلاق الرفيعة والقيم النبيلة الفاضلة وقد بيّن العلماء أن التربية بالقدوة هي من أنجع وسائل التربية وأنجحها وفي القرآن الكريم ما يشير إلى هذا المنهج في التربية التربية بالمثل الأعلى يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالإسلام يجعل قدوتنا ومثلنا الأعلى في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو قد جمع جميع الفضائل وتنزه عن جميع المعائب بل كان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى للقرآن كان قرآن يمشي بين الناس كما قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن إذن حري بنا ونحن في هذا الشهر المبارك شهر الرحمة والمغفرة والتقوى أن نجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا ونبراسنا ومرشدنا الذي نقتدي به في جميع أمرنا في حلنا وترحالنا كما فعل ذلك الصلف الصالح من قبلنا وهنا نتساءل كيف كان عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك هذا الشهر الفضيل نعم صفاته عدة لا تحسى ولا تعد من الكمال والصفات النبيلة لكن بماذا تميز أكثر في هذا الشهر المبارك روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة بمعنى الريح المطلقة إذن ففي هذا الحديث نجد ربط بين رمضان شهر رمضان العظيم والقرآن الكريم والجود إذن هناك أمران تميز بهم عليه الصلاة والسلام وهو الاكثار من قراءة القرآن والاكثار من الجود والكرم أي الاكثار من الصدقات فميزة شهر رمضان إذن أنه تنزل فيه القرآن يقول المولى عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الارتباط وثيق بين شهر رمضان والقرآن الكريم وكان عليه الصلاة والسلام شديد العناية بالقرآن لكنه في شهر رمضان يزداد عناية به لأن في كل ليلة كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ما معنى يدارسه القرآن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن الكريم على جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان إذن فقراءة القرآن وتلاوته من أفضل القربات ومن أفضل ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى خالقه عز وجل فهو قربة عظيمة ولا يتغافل عنها إلا المتقاعسون عن طلب الأجور يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفضائل القرآن عديدة ومتعددة وثوابه وأجره عظيم فالحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إذن بثلاثة أحرف ثلاثة أحرف يكسب المرء ثلاثين حسنة وقد وردت الآثار والأحاديث عن فضل بعض الآيات والصور من ذلك أن صورة الزلزلة يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل نصف القرآن وصورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن وصورة الأخلاص أي قل هو الله أحد قال في شأنها عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وصورة الفاتحة هي من أعظم صور القرآن العظيم في هذا المجال أريد أن أشير إلى بعض أخواننا وأخواتنا اللي ما يحمل معهم كان بعض قصار الصور قلوا لهم لا تتغافلوا ولا تتهونوا في قراءة القرآن وكرروه آناء الليل وأطراف النعار بمعنى آخر ما تقولوش خسارة أنا ما نحفظش برشا قرآن وخسارة اللي يحفظ القرآن أو أخواتنا وأخواتنا الأميات يقولوا من نجمش نقرأ القرآن لأني ما نحفظش من عرش نحل المصحف بش نقرأ لا أي صورة أنت حاملتها أقري بيها وكرريها وخليها تسبيحك الدائم في أثناء نهارك في خدمتك وأنت حتى تقضي في قضيتك في المنزل قل أخواتنا وأنتم ما تقضيوا في المنزل ما تقولوش ما عنيش وقت لقراءة القرآن والأخواتنا اللي يخدموا يقولوا ما عنيش وقت وأنت تنتظر في الحافلة ما عندك حد شي ما تعمل اقرأ ما تحمل من القرآن اقرأ بقصار الصور المهم أن تقرأ القرآن وتعيد ترتيله في هذا الشهر المبارك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأمر الثاني اللي يتميز به عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الحديث فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصل أنه جواد وكريم ومعطاء إذ ما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا قطو فقال لا ولكنه في شهر رمضان يزداد كرم ويزداد جود لماذا؟ لأن شهر رمضان الأجر فيه مضاعف أضعافا ويقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة صدقة في رمضان وهناك صدقة خاصة بهذا الشهر المبارك هي تفطير الصائم يقول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله أجره دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيء وتفطير الصائم يكون بأبسط شيء يعني حتى وإن كان بطمرة فلك ثواب أجر ثواب تفطير الصائم بإذن الله عز وجل وللصدقة فضاء العدّة إخواني لذلك كان عليه الصلاة والسلام كثير الجود والكرم والعطاء من ذلك أنها تدفع البلاء وتضهب غضب المولى عز وجل قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء ثم شيء آخر تمحو الذنوب والخطايا الصدقة أيضا تنجي من عذاب النار كما ذكرنا مهما كانت هذه الصدقة بسيطة يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمر فبشق تمر تتسمى أنت تصدقت لأنك ما تقدر كان على هذاك أنت تقدر أن تعطي تمر لذلك أن تعطيت أفضل ما عندك وأقصى ما يمكن أنك تملكه شيء آخر آداب الصدقة لما كان للصدقة هذا الفضل لها آداب نعم لها آداب الصدقة أولا أن تكون من المال الطيب الحلال وأنت تصدق مما تحب ما تعطيش حاجة أنت تكرهها المرأة مثلا إذا كان عندها بيت وتحب تتصدق من الأكلة ولا فضلة لها ما تعطيش الأكلة البيتة واللي ما حبتهاش وإلا سامحوني ما حبوش صغارها ياكلوها لا تعطي من الأكلة المفضلة إليها هذه أفضل تكون الصدقة أفضلها أنها تكون من المال الحلال الطيب ومما تحب نفسك يقول المولى عز وجل في هذا الشأن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الأمر الثاني أن تكون الصدقة خالصة لوجه الله لا من فيها ولا أذاء ما معنى لا من فيها ولا أذاء يعني اللي تعطيه ما تمنش عليه أين من يعطيتك وأين من قديتلك وإلا ما تأذيهوش يعني تستعملوا بشيوة اللي يخدمك في خدمة لأنك أنت تصدقت عليه لا يقول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذاء صدق الله ملانا العظيم الأمر الثاني أن الأصل في الصدقة أن تكون سرا كيف سر؟ يعني أنت كيف تعطي ما تقولش أين أعطيت لا أعطيها سر يقول المولى عز وجل أيضا في هذا الشأن إن تبدوا الصدقات في نعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدحى صدقة السر وقال في شأنها أنه سبعة يظلهم في الحديث الشريف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني فما سبعة أشخاص يظلهم الله يوم القيامة من بين سبعة أشخاص ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه إذن هذه أخواني فضل الصدقات وآدابها وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك هذا الشهر العظيم يكثر من قراءة القرآن وكان جوادا كريما فلن تأسى به ونجعله قدوتنا وهدانا الله لما فيه الخير ونهتدي بهداه ووفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والرضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة